السلام عليكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في مجلس لم يذكر الله تعالى ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة أي حسرة وندامة يوم القيام فلابد الإنسان أن يعمر مجالسه بذكر الله سبحانه وتعالى لا يستيما منها الاستغفار فكان يعدون للنبي عليه الصلاة والسلام في الملس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك أنت الغفوف الرحيم وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي فريرا حمد البخاري في صيحه يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعند مسلم الحديث الغرر بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا إني أتوب إليه وأستغفره في اليوم مئة مرة النسان يكثر من استغفار الاستغفار له فوائل كثيرة من أسباب الفزق قال الله جل وعلا عزيزة نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال سبحانه عن هود أنه قال لقومي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا فالإنسان يكثر من ذكر الله وإذا حصر لغط في المجلس يختمه بالذكر الوالد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكان بعض السلف في أخرى سورة العصر لم يصح عن النبي عليه السلام مرفوعا لكن جاء عن بعض السلف أنهم يقرأون سورة العصر لأن فيها التواصي بالصبر والتواصي بالعلم والتواصي بالدعوة والتواصي بالإيمان قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفيه خسر جنس الإنسان عليه فهو الله من استغراق كل جنس الإنسان خاسر ثم استثن الله من اتصف بأربع السفات فقال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل وتواصوا بالحق يعني دعوا إلى هذا الذي معهم وتواصوا بالصبر أنه من دع إلى الله لابد أن يبتلى كما قيل الإمام الشفعي أيمكن الرجل أن يبتلى قال لا يمكن له حتى يبتلى وتلا قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وتواصوا بالصبر فلا بد من الصبر لا بد من الصبر يعني الحق الذي تحمله ولا بد أن تبتلى في سبيله حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين وهذا علم يعني يظهر ويظهر علمه في الناس وإلا فإن ربنا تبارك وتعالى يعلم ولكن يظهر علمه سبحانه وتعالى أو يظهر علمه سبحانه وتعالى في الناس فيظهر الصالح من الكاذبين بالابتلاء لأن في النعمة كل الناس يشكر ومؤمن إذا جاء الابتلاء قد يرصب البعض وينجح البعض وقد يبتلى الإنسان بالنعم بل الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالمصائب ولذلك قدمه الله جل وعلا فقال سبحانه فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه التناعم والإكرام هذه نعم فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزق قدر أي ضيق فيقول ربي أهانا فقدم الله الابتلاء بالنعم على الابتلاء بالمصائب مما يدل على شدة الابتلاء بالنعم لأن الله قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور أعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أن الشكر هذا ليس كلمة تقال أو تقبيل اليد ظهرا وبطما لا إنما الشكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب عائلة الصابرين وذخيات الشاكرين يقوم على ثلاثة قوائم أو على ثلاثة قواعد أعتقاد أن النعم من الله بالقلب والتحدث بها على سبيل على سبيل الشكر ليس على سبيل الفخر والقلعاء وأن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله فالسم يستعمل في طاعة الله والبصر يستعمل في طاعة الله قال سبحانه إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا بد الإنسان أن يعيش يكثر من الذكر وسبحان الله ما عيسر الحسنات التي تحصل بسبب الذكر فمن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وهل هذا صعب؟ أن أقول إنسان سبحان الله وبحمده أتغرس له نخلة في الجنة سيقانها من ذهب تخيل نخلة جذعها وسيقانها ذهب كم تساوي هذه؟ ملايين وجاءنا يقول سبحان الله وبحمده لأن أشجار الجنة سيقانها ذهب فإذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وكم يغفر القلب ويغفر الإنسان بل الناس يجبون يصلي ويجري يقومون بس حتى أذكار الصلاة لا يهتم بأن يقولها معاً هامر يسير وسهل فمن قال سبحان الله ثلاث وثلاثين الحمد لله ثلاثين الله أكبر ثلاث وثلاثين قالت هامل ما لا إله إلا الله وحده ولا شرك له له الملك وله الحمد وهو ألف الشيء القدير غفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر فضل عظيم جداً فالذكر حص إذا دخله الإنسان تحصن به وإذا تركه هلك ولعياذ بالله ولذلك أمن الله بالإكثار منه يا أيها الذين يعمل ذكر الله ذكراً كثيراً فلساني يكثر من الذكر استغفار التسبية والتحميد ولا إله إلا الله تهليل الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالذكر قد ينجل إنسان من المصائب فدعوة إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكي ويونس هو في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحث وظلمة بطن الحوت تخيل أن الحوت ابتلعه حوت يبتلع شخص ويخرج معافاً لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظهماً قال الله فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث ونجاه الله بهذا ذلك وإبراهيم أنفع في النار نجاه الله بقولة حسبي الله هو نعم الوكي والعلماء ولا إما من بعد الأنبياء والمسترين كانوا على هذا المنوال وعلى هذا الطريق وهذا شيخ لسي ابن تيم رحمه الله يقول يقول عن شيخ ابن تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى كان يجلس يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس يعني ضحن فإذا التفت وكان إذا ذكر الله لا يلتفت قال أنت هنا منذ الصباح أقول نعم أقول هذه غدوتي وإن لم أفعلها خرط قوي لأن الذكر يقوّل بدل فلما زار النبي عليه الصلاة والسلام عليه وفاطمة رضي الله عنهما فغمز عليه وفاطمة أن نطلبي من النبي عليه الصلاة والسلام خادما ففعلت فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم إذا أويتم إلى فراشكما فسبح الله 33 وحمد 33 وكبر 34 وثلاثين فهو خير لكم من خادم الذكر يقوّل بدل قوي ويعطيه قوة الإنسان يكثر حتى هو في سيارة سبحان الله استغفر الله وذهب إلى عمله استغفر الله هو راجع صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابن القيم فوق 40 فإذا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه العظيم جلال أفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم وهو غراس كيف لا لك تأكثر لسلام وتنبيه هو غراس الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله تغرس بها أشجار الجنة فالإنسان يكثر يكثر من الذكر ويكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفوت الأذكار مهما كانت الأسباب مهما كان من شغال لا يفوت الذكر أبدا رأينا من علمائنا كالشيخ عبد الزراج يجب أن يذكر الله ساعة إلا 45 و 45 دقيقة لا يمكن يبدأ الدرس قبل هذا ساعة إلا 45 و 45 دقيقة يذكر الأذكار الصباح قبل الدرس دائما وهذا عالم كبير الإنسان يشتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وخصوصا ما أكثر المجالس خصوصا في الوظائف تكون فيها غيبة ونميمة وربما همز وغمز ولمز فالإنسان إذا حدث ذلك يختم لأنه إذا جلس مجلس فلم يعص الله فيه كان هذا الذكر سبحانك الله ومحمدك أشهر الله لا تصدره كان كالطابع يطبع عليه وإذا كان فيه معاصي تمحى بإذن الله روزا الصغائر تمحى بإذن الله بهذا الذكر فنسأل الله نجعلنا من الذكرين الله كثيرا من الذاكرات والمفق لذكره وشكره وحسن عبادته وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر